انا اقولك بقى كابتن احنا بنتكلم بمنتقى الامان منتخب او النهاردة مباراة النهائي بين تونس والجزائر وهما يعتبروا ملعبين ويعتبروا بنفس الليبل المحليين بما بمحاليين ايه الفارق ما بين منتخبنا ومنتخب مسلا الجزائر النهاردة كابتن شفتوا على الفترة فيه فارق كبير مع ان احنا بنتكلم في نفس الليبل ايوة انت بص لما انت بتلعبهم انت بتهمدهم بتجرهم لطريقتك ده شفتوا في ماتش تونس يعني في تونس والجزائر لا بس ماتش الجزائر كان يعني اعتبر بلا هدف للمنتخبين مفيش مشكلة بس برضو ماتش واتحسبت نتيجته ان هو اتحادل لانما انت قسرته هما خسره هتتحط برضو في الماتشات اللي انت كسبت كم مرة واخسبت كم مرة انما هو مش هتقصر انت وصلته هما وصله بس هما كان لازم ان انت تتلاشى المغلب لانك لو كنت قابلت المغلب انت هتقصر لان الاردن كان هتكسبك موفقة الشوت الاولاني اربع كور لو ما كانش شناه القائم كنا خرجنا بفضيحة وربنا سطرها ونزل الراجل اسم حمد رفعت عمل لك حل جاب جول وعمل لك جول يجي الماتش الجاي يجافه بتعرف ترجع هو يعني كابتن بتعرف ترجع لا بترجع ايه ده انت بعد ما هم اصلا وقعوا بدنيا لان ما عندهمش تغييرات وكان عندهم اصابات وعندهم كورونا فهم كم مرة حارس المر ما يقعوا ما تغيرش المهم يعني خليك في السؤال يا كابتن انا ده مهم جدا انا عايز يعني انا بقول لك احنا لو لعبنا النهاء انه عرضة كنا باوزنها بالشكل ده ومع الراجل ده وكنت هتخسر برضه بس انت شفت النهاردة كرة أوروبية وانتخبية تونس كرة أوروبية ده بيهاجم وده بيهاجم ده عايز يكسب وده عايز يكسب تونس النهاردة في اول ربع ساعة تكسب 2-0 واحدة في العرضة واحدة الجنة مطلحة من تحت المقص اخذلك لا كمية جاري غير طبيعية باص تحرك حماس روح ضغط من الفرقتين واخد دلت وفيه مساحات يعني كل ده وفيه مساحات ان انت ممكن في اي وقت تهدف فمباركة ممتعة تلي ان هي تبقى اقوى يعني انت بتقول يا كابتن ان احنا في الوضع اللي احنا فيه والجزائر والتونس والوضع اللي هم فيه لو انا ما بكلمش عن اضافة المحترفين هم متفوقين عننا بكتير بكتير ثم انت معاك المدرد ده انما لو جبت انقاذ ما يمكن انقاذ انا بقول لك اهو وربنا يا حسبني بقى لان انا بحب مصر اقتر من اي حد ايه المشكلة لما تجيب حسام حسن الفترة دي قول لي بقى ايه المشكلة طب انا مش عايز اتكلم في نقطة تغيير مداربة كابتن بمنتخب لا يتغير عشان انا ما شتتش شتت ايه المنتخب استنى بس يا عم فاروق عبوس ايدا عبوس ايدا عايزين نوصل تقاس على المنكبتن عبوس ايدا طب احنا دخين في الجد اصحنا دخين في الجد طيب اهم جد حسام حسن انا كل احترام لك اتن حسام من احقى من افضل مدربين بص انت لو في فترة غير دي لو في فترة غير دي وربنا ما اقول لك حسام حسن اقول لك عايزين مدرب اجنبي بمواصفات كذا بس انت دلوقتي خلاص انت دلوقتي شفت البطولة دي وعندك بطولة جاية وعندك بعد كده كس عالم هتستنى لغاية من السلم عايز تقرر نفسه لغلط مسلا ده مش غلط ده انت بتصحح انت كنت شايف ان فيه غلط قبل كده كانت على فكرة ده على طب طول عمروم فغلط كانت حسام البدري نيمش طول عمروم غلط ده زنب برضو حسام البدري حسام البدري كله تيه لو قال لك الاداء 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 صح طب جه الاداء اسوأ طب على قال له حسام البدري مخسرش مخسرش ده خسر بطولة من اسأل البطولات اللي انت تقودها انت لما يكون عندك حسام حسن وبيلعب فرقة ازا الجزائر من الارضة ولا تونس يكسبهم هيبس الروح في قلب اللعيبة يعني ما ينقصك والروح فقط لا الروح ويعرف يوظف لك اللعيبة صح يعني مش هيقلف زي ما الراجل بيقلف وانتو عمالين تطبلوله طول طب فيه ناس تقولك اصل المدرب المصري في الحالة دي هو عايز يكسب مش هيجرب اللعيبة هيلعب اللي هم ما يلعب اللي هو عايزه مش هيكسبني معاني ما استفدت انا استفدت دلوقتي النهاردة بمحمد عبناء من انت بتختارتي مش هيلعب بعمر كامير عبدالله دي والنابي ما هيلعب وعبوس دماغك ما هيلعب اسمع اللي أنا بقولك علي ده بس شو والراجل قال يعني مثلا عمل جئة اللي من تحت الجبل وطلع اللعيبة اللي احنا فيه دلوقتي يا كابتن بالشكل والتحليل ده هو اللي هيخليه يجبرك او يجبره ان هو ما يلعبش الناس دي بالشكل احنا بنقوله ان دول كده غلط هتخصر لا مش غلط بس انت دلوقتي داخل على مرحلة لازم لعيبة لها مواصفات ماجيش مثلا النهاردة ولاعب مروان حمدي رصحار ما في مطش الجزائر اللي هو الفايصل ملعبش مثلا مش عارف احمد رفعت في الحتة دي يبقى بديل ماشي 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 تبقى بديل ما هو اكيد هيكون بديلة كابتن بالراحة بس بالراحة هو انت ذي كويسة هو دلوقتي ثاني واحنا المحترفين ييجوا انا كنت داخل لك في نقطة احنا مع التونش والجزائر في الوقتي ده هما فين واحنا فين قلتلي هما بعيد طيب هما بعيد لما المحترفين بتوعنا ييجوا برضو بعيد برضو بعيد اه بالمدرب ده بعيد بصا